ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب نعم حيث تنعقد الدورة في المملكة العربية السعودية وبمشاركة جميع الدول العربية ممثلة في وزراء الشؤون الاجتماعية العرب هذا وأكد وزير العمل حرص مملكة البحرين على دعم العمل العربي المشترك والوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الاجتماعية والتنموية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 كما استعرض في هذا السياق جهود ومبادرات البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وانعكاساتها على برامج الرعاية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المواطنين والمراجعة الدورية لحزم الخدمات وتعزيز الأمن الاجتماعي وقد وجه الوزير الدعوة للدول العربية للمشاركة الفاعلة في جائزة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة والتي تعقد دورتها المقبلة على مستوى الدول العربية في العام 2022 شكرا